اشتركوا في القناة ويطلبه المغرب من ايران هو الاحترام وان لا تقوم بدعم ميليشيات انفصالية تشتغل ضد المغربة وتهدد سيادته وحدته الترابية واعترف رئيس ديبلوماسيا المغربية بصعوبة الواقع العربية الذي يزيد من تأزومه السياق الدولي وتدخلات خارجية موشيرا ان هذا امر سلبي ليس في صالح الدول العربية وكشف المتحدث عن دور اللجنة العربية لتتدخلات ايرانية في العالم العربية التي رغم ان المغرب ليس عضوا فيها تقوم بوضع تقارير وتضم حوالي 6 او 7 دول واكد ناصر بوريطا ان الجماعة قيمة الجامعة العربية ستعتمد قرارات تشير الى هذه التدخلات وتعبر على التضامن مع مجموع من الدول كالسعودية واليمنة والمغرب نشكركم على حسن المتابعة